السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله أقول بشارة وهي أننا الحمد لله في مغربنا العزيز نسير على الخط السليم ربما يبدو الخطة بطيئة شيئا ما لكن الإصلاح غاد في طريق سليم فالحماية الاجتماعية التي لطالما سعى المغرب لإقرارها في البلد واللي كيسرع لها صاحب الجلالة حافظه الله ورعاه بدأت تعطي ثمارها بأنك نشوف واحد المبشرات عظيمة الحكومة الحمد لله بدأت تطلق مشاريع اجتماعية مهمة لفائدة الفئات المعوزة والفقيرة ونحن نطلب الله ندعوه مع الحكومة باش تزيد في الأمام باش تزيد في المدد لأن هذا الشي اللي اسمعناه مؤخرا كي يبشر بالخير الحمد لله مجموعة من المساعدات المهمة اللي غد تعطى سواء بدأ بالناس ضحايا للحوز ضحايا للحوز إعادة البناء والتعمير ثم بدأوا هاد الأيام كي ياخدوا الدفعات الأولى باش يضمنوا العيش الكريم وغد تمتد الأمور إن شاء الله تعالى ما شغل نزل الحوز نزل الرقعة المغربية كلها اللي بغي يقتني سكان غد يكون عنده إن شاء الله واحد دعم مهم من طرف الدولة كما تعلمون دي العشرة المليون أو دي السبعة المليون بدلوا السكن ثم إلا قدر الله تعالى الإنسان أعطاه الله شولدات أنجابا الواد الأول كي ياخد وحد المنحة منحة باش يقدر يعني هذه خطأ مهمة كنت طلبوا الله تعالى أن هذه الناس يوفقهم في المزيد من هذه الخدمات وهذه العطاءات لأن فعلا الناس لهم متضررين ركني واحد الفئات متضررة وكان مغين نقول لأحباب الكرام راحت الحكومة كتبقى لغير البشر نحن دائما نركز على من؟ على رب البشر الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب العزيز وفي السماء رزقكم وما تعدون الصالحون أيام زمان من لك يحتاج المال أو يحتاج المعونة را ما كيبقوا يكتبوا طلبة استعطافية لهذه المؤسسة وهذه الجهة وهذه الجهة را أول ما كيفكر فيه هو يرطع يديه إلى السماء ويقول يا رب الوجود يا رب الكون يا خالق البشر يا من عنده خزين السماوات الأرض أنا عبدك الضعيف بين يديك أكرمني بكرمك أكرمني بكرمك ولطف عليه بألطافك وغتشوف الخير الذي يعم عليك هذا هو اللي نركز عليه أيها الأحباب والكرام وأنا ذاك الله تعالى سيفتحرك القلاوات هو من عنده سيفتحرك هذا من يديك نحن ندخل دائما بأن الرزق لأتي إليك الضارب ونتخاصمه وكنساو الرزق الذي يأتي إلينا من عند الله كيف يأتيك؟ كلما توكلت على الله كلما لم تطمع في مال البشر كلما وجهت وجهك شطر رب البشر سترى بأن ذاك الأبواب ذاك الرزق الآخر راك أنه كله راك كل واحد فينا راك أنه رزقين راك أنت أيها الضعيف أنت أيها الفقير راك أنت أيها الرزق راك أنه موجود لكن ما مسدود إشنا هو الرزق هذا؟ رزق يأتي إليك خلي الرزق الذي تأتي إليه الرزق الذي يأتي إليك موجود يأتي إليك فأسأل الله تعالى أن يعم علينا بألطافه وكرمه وجوده إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله